موسيقى قوات المشتركة والمقاومة تتقدم باتجاه مناطق بيت الشارجي والحشة وتواصل تأمين المناطق المحررة بمحافظة الضالع رئيس لجنة عادة تنسيق الانتشار الجديد في صنعاء لمحاولة إحياء عملية السلام التي تسعى الميليشيات الحوثية لردمها أكثر من تسعمائة انتهاك بحق المدنيين في دمار ومعاناة متفاقمة ترويها إحدى النازحات في الجفينة بمارف تالثة ونصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم جهود حثيثة تبدلها القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في محافظة الضالع لتأمين عشرات المناطق والتباب التي تم تحريرها ودحر ميليشيات الحوثي منها لتلجأ الأخرى لقصف المناطق والقرى السكنية بهدف التغطية على هزائمها وانكساراتها وإهام المخدوعين بضلالها أنها لا تزال في موقع السيطرة على تلك المناطق وبهدف جلب المزيد من المغرر بهم وقودا لحربها العبثية التي أشعلتها منذ نحو خمس سنوات والتي شكلت جبهة الضالع محارقة حقيقية للكثير من عناصر الميليشيات الحوثية طوال الفترة الماضية تمكنت القوات المشتركة والمقاومة من التقدم باتجاه مناطق بيت الشرجي والحشى شمال وغرب الضالع وأكدت مصادر عسكرية قيام الميليشيات باستقدام آليات جديدة باتجاه نقيل الخشبة بعد خسائرها في الأرواح والعتاد بجبهات حجر والفاخر وبتار تمكنت القوات المشتركة والحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية وكتائب الشهيد الشوبي واللواثلات المدرع من تطهير المناطق المحادية لمدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة والتقدم من الجهة الشمالية صوب مناطق مفرق بيت الشرجي وما بعدها وكذلك التقدم باتجاه حبيل السماعي من الجهة الغربية للطريق الرئيسي الذي يربط الفاخر بمحافظة إب بهدف الوصول إلى نقيل الخشبة الحمد لله اليوم نواصل العملية القتالية ضد القوات الحوزية والحمد لله سقطنا كثير من المواقع والمعركة لازالت مستمرة وإن شاء الله يعني عندنا القدرات أن ندحذ عدو إلى مناطق عبد إن شاء الله نحن الآن وسط مدينة الفاخر بعد أن تمكنت القوات المحادية والمقاومة الجنوبية من تحريرها وتطهيرها من الميليشيات الحوزية وتواصل تقدمها باتجاه المناطق بيت الشرقين كما تتواصل المعارك باتجاه مناطق صبيرة وما جاورها بعد تمكن المقاومة الشعبية الجنوبية من استكمال تطهير مناطق حير بمديرية الضالع والتقدم صوب المناطق التي تتبع مديرية قعطبة بعد تحرير مناطق الجب وبتار وكذلك التوغل باتجاه مناطق تتبع مديرية الحشة المحادية لمنطقة حير أيضا من الجهة الغربية وسط خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في الأرواح والعتاد وأكدت مصادر عسكرية أسر أكثر من خمسين من مسلحي الحوثي في جبهة حير فقط إضافة إلى أعداد أخرى ببقية الجبهات بشن هجوب على ما تبقى من جيوب الحوثيين في منطقة ما خلف الفاخر وقد قمنا بهجوم واسع حتى قطع إمجادهم طريق الإمجاد المؤدي من حزاب وتمت السيطرة على السوق الفاخر بالكامل ومرخزة والنفاقيات وحتى وصولا إلى بيت الشرقي والمعركة لا زالت مستمرنا حتى الآن وسنواصل الزحف مهما كلفنا الثمن كما ندعو التحالف بمزيدا من الدعم للقوات المشتركة قيادة المحور لليوم الثالث على التوالي تواصل القوات الجنوبية والقوات المشتركة بكافة تشكيلتها التقدم صوبة مناطق بيت الشرقي ونقيل الخشبة بالطريق الرابط إلى محافظة إب وقد تم تطهير عدد من المناطق باتجاه مناطق صبيرة واتجاه مناطق بيت الشرقي وتتعاهد القوات الجنوبية والقوات المشتركة بمواصلة تقدمها صوبة مدينة إب من اتجاه منطقة الفاخر وما بعدها محمد الشعيفي لقناة اليمن اليوم الظالع وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد أبو العباس مدين المسعدي أركان حرب اللواء الخامس عمالقة في جبهة الفاخر مرحبا بك مرحبا بك هل تسمعني نعم نعم رسول أسمع جيدا نعم ما هي آخر المستجدات في جبهة الضالع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في هذا اليوم كان تقدم عظيما تقدم عظيم إلى إلى سوق الفاخر وما حوالين من الميمنة والميسرة وكانت انتصارات عظيمة فتحها الله عز وجل على يد من شاء من خلقه من هذه القوة التي تقدمت لاتجاه هذا العدو الغاشم الذي يتوجه نحو مناطقنا وما زالت المعارف نستمر من الصباح إلى الآن ونحن الآن نوافق بالأخبار من أرض المعركة من جانب مدافعنا ورشاشاتنا التي نوجهها نحو العدو فهذه المنطقة التي بجانبنا تصلنا في الشرك فنحن على مشاهرتها ومناطق أيضا معسكر حساعة المسكر معسكر حساعة معسكر الحساعة الذي يتمركز فيه العدو يتمركز فيه مليشيات نحن بإذن الله عز وجل هل تسمعني سيادة العقيد نعم العقيد أبو العباس مدين المسعدية أركان حرب اللواء الخامس عمالقة بجبهة الفاخر شكرا جزيلا لك قتل قيادي حوثي في معارك تحرير شخب وسليم الفاخر في الضالع مصادر خاصة أفادت أن مشرفة مليشيات الحوثي المدعو أحمد أحمد صالح الجعدبي والمكنة بأبو طاها أحد أبناء مدينية بني مطر بمحافظة صنعاه قتل في المواجهات الضالية التي شهدتها جبهة شخب وسليم الفاخر شرت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية شنت هجوما عاقب مواجهات في محاولات منها لاستعادة جثته إلا أن محاولاتها تلك باءت بالفشل حيث نفذت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية عملية استدراج لعناصر المليشيات في جبهة قعطبة وحجر وأوقعت عشرات القتلى والجرحة في صوف المليشيات وتم أسر عدد منهم واستعادة أسلحة وعتاد عسكري بينها ثلاث دبابات وأسلحة نوعية متطورة بينها قناصات ذلك استعادت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية مبالغ خاصة بصرافة المريسي في منطقة الفاخر بالضالع وفد مرسلنا أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنت من نقل مبلغ يقدر بخمسين مليون ريال يمني وثلاثمائة ألف ريال سعودي وكذا نقل الموظفين العاملين في مركز المريسي للصرافة بمنطقة الفاخر إلى مركز المريسي للصرافة في مدينة قاطبة وجاءت العملية بعد حصار فرضته مليشيات الحوثي على الصرافة في محاولة على ما يبدو للاستيلاء على أموال الصرافة في المركز جددت مليشيات الحوثي قصفة على مديرية الدريهمي عاقب فشل هجوم واسع على منطقة الفازة بمديرية التحيطة في محافظة الحليدة المليشيات استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شرق الدريهمي بقضائف مدفعية الهاوتزر وقضائف RBG إضافة إلى إطلاق نار على مواقع متفارقة شمال وجنوب المديرية بالأسلحة المتوسطة ومعدلات البيكة وكانت مليشيات الحوثي فشلت في شن هجوم على منطقة الفازة في التحيطة من مختلف الاتجاهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة مصادر عسكرية أكدت أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع المسلحي الحوثي تمكنوا خلالها من التصدي للهجوم بكل قوة واستبسال وألحقت في المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما لادى من تبقى من تلك العناصر بالفرار يأتي هجوم المليشيات على الفازة بعد استخدامها المئات من العناصر المسلحة والآليات وتمركزها في أطراف مناطق محررة بالحديدة بينها الفازة الجولة الثانية لرئيس لجنة إعادة الانتشار الجديد أبهجات كوها إلى صنعاء للقاء رئيس وفد الحوثي لإعادة الانتشار بهدف استيضاح الصورة حول اتفاق ستوكون وما قطعته الأطراف وكان الجنرال الهندي قد زار الرياض لمقابلة الوفد الحكومي الذي أكد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكون بدءا بانسحاب الحوثي من الحديدة ومعانيها لاستئناف أي جولات مقبلة أبهجات كوها على طائرة أممية يصل إلى صنعاء تذكرون هذه الرحالة بمارتين جريفث حين أمسك زمام القضية اليمنية وجولته المتعددة بين فرقاء السياسة إلى صنعاء وصل أبهجات برفقة فريقه الخاص ليلتقي رئيس لجنة الحوثي في ملف إعادة الانتشار اللقاء يهدف إلى تبين وجهة النظر والتعرف عن قرب على ما تم إنجازه فقد أعلن الحوثي عن 90% كإنجاز ضمن الملف وها هو أبهجيت في صنعاء للإطلاع على هذه النتائج التي يقول واقعها أنها مجرد انسحابات شكلية وضيع لكافة فرص السلام ما تزال مهمة أبهجيت معلقه وما يحصل الآن عبارة عن تمهيد بصورة بيروقراطية مطولة هكذا يرى البعض رحلته إلى صنعاء ومن قبلها إلى الرياضة وفي قائمة التقييم نجد أن أبهجيت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة السعودية خرج بانطباع واحد هو ضرورة تنفيذ ستوكولم في الحديدة فالمهمة هنا ليست استكمالا لما بدأ به كاميرت ولوليسيغارد بل تصحيحا لما سبق من تجاوزات أفقدت الحديدة السلام وأفرغت القضية اليمنية من حلها السياسي قد تبدو المهمة معقدة لكنها ليست مستحيلة إذا ما تم فعليا رقابة حقيقية على سير الهدنة الأممية المفروضة في الساحل الغربي وتسمية الطرف المخترق لها كما أن لجنة الرقابة ذاتها ستسهل من نجاح المهمة إذا ما تم عمل تقارير حقيقية بحقيقة تطبيق الميليشيات لاتفاق السوكولم على الأرض وترك هامش للخيار العسكري في حالة فشل الجهود السياسية وينضبوا إلينا عبر الهاتف العقيد عبدالجبار زحزوح مدير عام خفر السواحل بالساحل الغربي مرحبا بك نعم الجولة الثانية للهندي أبهجت إلى صنعاء والحديث اليوم عن تبين وجهات النظر من جانب الحوثين ماذا ترون أنتم في ذهابه إلى هناك؟ والله حقيقة بخلال من الطورة السابقة سواءكم عن سجل المراكبين السابق باكريس أو سنين المذيلي حقيقة رأينا ما هي مضيعة للوقت وترك فرصة من الجيوليشيات بأخذ أنتاس أكثر والاستعداد أكثر وحفل الخنادق والمتارك وتلغيما من الطرقات والشوارع وكل يوم يظهر لنا جديد وأما من يحصل المفاوضات وهي مفاوضات حبثية لا لن يحصل فيها يتقدم الموس فلعب أن حياة الناس الثانية ساءت وظروف الناس ساءت والوضع يثير من الأسواق طيب لو تعمقنا أكثر في مسألة زيارة أبهجت إلى الرياض بماذا خرجت هذه الزيارة بحكم حضوركم في هذا الاجتماع؟ ما هو السلام والسلام والرحي أنه يعني يجب أن يكون هناك تغييرات وضمانات وضغوطات أكثر على الميليشيات إما بتنجيز وإما أن يعطوا فرصة من قوات المقاومات وستحرصوا تحيير الأرض العديدة محاصرة من كل مكان لا يجب للنحاوضة إلا منفذ واحد منفذ واحد للخروج والدخول ولو أطبق المنفذ بالمحركة السابقة لا كانوا من سهو من وقتها وساعتها لكن من الأسف في من يحاول أن ينقابهم وفي من يحاول أن يترك لهم شريعاً حياة يعني استعداد أكثر والذي يستبطرون أكثر والذي يتخاركوا أكثر طيب ومن خلال كل ذلك ومن خلال أيضاً وجهة نظرك يعني نحن الآن أمام زيارتين لجانب حكومي وميليشيات هل هناك تعويل كبير على عودة الحل السياسي إلى الطاولة؟ والله يباناً يكون في مواقف جديدة من الويل والجمع الجولي ومن المنطقة ووضع النقاط على الحروف وإعطاء خطوط وأهجاب لنقاط محددة لكن تمثيلها بقوة الأضلط لن تكون الأمور أكثر مما كان يتابقاً العقيد عبدالجبار زحزوح مدير عام خفر السواحل بالساحل الغربي شكراً جزيلاً لك أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة الجوف مصدر عسكري أكد أنه تم إسقاط طائرة مسيرة هي الثانية خلال أسبوع أثناء تحليقها في سماء المحافظة ومحاولة استهداف موقع القوات الحكومية وكانت القوات الحكومية قد أسقطت قبل يومين طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة كشفت أنها كانت في مهمة استطلاعية كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 920 انتهاكاً ضد المدنيين خلال العامين الماضيين في محافظة دمار التقرير سلط ضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في دمار خلال الفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر 2019 أضاف التقرير الذي أعدته منظمة الشمول للإعلام وحقوق الإنسان أنه تم توثيق 922 حالة انتهاكاً توزعت بين جرائم القتل والإصابة بعدد 77 جريمة وأوضح التقرير أن جرائم الاختطافات والإخفاء القسري بلغت 357 وجرائم التعذيب 20 جريمة في سجون المليشيات في المحافظة وأشر إلى أن 374 حالة انتهاكاً للمليشيات الحوثية طالت الممتلكات العامة في المحافظة خلال الفترة ذاتها وعدد 93 حالة انتهاكاً للممتلكات الخاصة في عموم مديريات المحافظة إلى ذلك يكابد النازحون معاناة متفاقمة كحال أم سماح التي نزحت إلى مخيم الجفينة في محافظة مارب هارباً من أوجه المعاناة المتكررة التي طالت أفراد أسرتها على أيدي المليشيات الحوثية في الحديدة الطريق هذه تؤدي إلى مخيم الجفينة بمحافظة مارب الذي يضم نحو 3200 أسره بعدد 13 ألف نازح كثيرة قصص المعاناة هنا أم سماح القادمة من محافظة الحديدة أم لثلاثة أولاد تروي لنا جانباً من فصول التراجدية المتجددة والبداية كانت باعتقال زوجها الذي كان يعمل جندياً في الأمن المركزي من قبل مليشيات الحوثية بتهمة الخيانة الوطنية رحنا للبحثة الجنائي نسأل نحقق فين وفرع هنتم شلعتنا مدرش قالوا إحنا ما شلناش قالوا واحد رحوا يسألوا أنصار الله التابع ذلك أنصار الله والحوثيين رحوا يسألوهم مش عندنا سألناهم قالوا والله أبوكم معتقل أو شلنا على أمن إنها خاين وطن ولم تقف المعاناة عند إخفاء رب الأسرة قسرياً بل وصل الأمر بالبليشيات الحوثية إلى مساومة أبنائه بالقتال في صفوفهم كشرط وحيد لإطلاق سراحه ومن ثم تطور الأمر إلى اتهامهم بالعمالة وإرسال إحداثيات بأماكن المجامع الحوثية قالوا لو تبغون أبوكم يخرج من تدحي البيت كلها مراقب تشنبوكم يخرجون لاشي خلوا أولاده يتعسكرون مع الحوثيين خلص الأولاد دخلوا لهن شلوا صورة وطبعوها مسكوا أخوه وضربوه يبغوا يستكر فين أخوك قالوا والله أخي مش موجود معنا مش فينه أخوك مات قالوا لا لا يعني أخوك هو سبب زي ما أبو طلع يصلي حداثية للطائرات أمام هذه المعاناة المتلاحقة لم يجد من تبقى من أفراد الأسرة المتشرذمة من بد سوى الفرار إلى مكان بعيد وكانت الوجهة مخيمة الجفينة في محافظة مأرب إخفاء رب الأسرة في سجون الميليشيات حرم المرأة وأطفالها من المعيل الذي كان متكفلا بتوفير لقمة العيش ولم يعد أمامها سوى الاعتماد على ولدها الذي يعاني من مرض ثلاثمية يعني أكيد معاناة الإنسان لما يأخذوا الأب الأسرة كيف يكون المعاناة أكيد معاناةنا يائسة ما فيش أحد يمدلن يدلعون ما فيش أحد يساعدنا بأي شيء إلا ذا الولد كان ينفعني يشتغل حبة حبة بس أنه معاه تكسر في الدم يعني مرة حي ومرة تعبان هذه الأسرة خلفت وراءها منزلها الذي كان يشعرها بالاطمئنان لتجد نفسها في هذا المخيم من دون مقومات بيت حقيقي وفي حالة من انعدام الأمن الغذائي ووعود جوفى من المنظمات الإغاثية ما فيش أي حاجة الأنبوبة فاضية صدقوا عليها بها الناس لأن طبقاته خلصت هذه جالسة زي ما هي البرمين ذا اللي شوفى قدامك صدقوا عليها بها الناس يعني كل حاجة صدقوا بها الناس ما فيش ولا شيء والمنظمات من يوم أجيت حتى الآن ما فيش أي منظمة يعني سجلوا اسمنا بس قالوا لسا ما فينزلش أسامين في المنظمة يبقى حنين العودة إلى الديار والتئام الشمل يراود هذه الأسرة بعدما أنهكتها رحلة النزوح التي تكابدها بمفردها في ظل غياب الدور الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مارب وكشوفات المنظمات الإغاثية التي أصبحت بمثابة مواعيد عرقوب ينضم إلينا عبر الهاتف نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ نبيل مرحبا بكم وأسعد الله ووقاتكم ووقات أستاذ المشاهدين حياكم الله هذه قصة واحدة وهناك الكثير من القصص المشابهة وأيضا قصص ومعاناة متعددة الأوجه أيضا تزج الميليشيات بالكثير من المواطنين في سجونها بتهم القيانة الوطنية كيف تنظرون إلى هذه الجرائم بحقهم ومصادرة حق العيش بحرية في أماكن سيطرتها حقيقة هذا الأسلوب هو الأسلوب الدائم لهذه الميليشيات منذ خمسة سنوات وهي تمارس نفس العمل ونفس الأسلوب كل من هم ليسوا معها تحاول أن تأتي بهم عن طريق كيد التهم لهم وبالتالي الجميع هم طالما ليسوا مع الحوتيين فهم أعداء الوطن لا ندري أي وطن يتحدثون عنه هل الوطن الذي انقلبوا على أبنائه وعلى دولته أم وطنهم الوهمية الذي يفكرون فيه اليوم هذا الأسلوب تستمر ولذلك نقول أننا نحاول من خلال مزارة حقوق الإنسان تجميع مثل هذه القضايا ويعطوها للجنة العليا للإغاثة وللجهات الأخرى التي تعمل في إطار العمل الإغاثي من المنظمات الدولية للوقوف مع هؤلاء ومدهم بما يحقق لهم سبل العيش الكريم لكن يبدو أن هذه الجهود ليست بالجهود الكافية وخصوصا وأنا أتابع التقرير الذي نشرتموه الآن من الواضح أن الحالة الموجودة أصبحت أكبر من استيعاب هذه الجهود ولذلك نقول على المنظمات الدولية التي تأخذ مليارات الدولارات للعمل الإغاثي والجانب الغذائي والإنساني والدوائي أن تنظر إلى هذه الجهات بشكل أفضل وهو ما سنسعى له إصاله إليهم خلال الفترة القادمة يعني من استطاع أن يوصل صوته يعني هو من فر إلى المحافظات التي لا تخضع لسيطرة المليشيات وبالتأكيد هناك يعني هناك آلاف القصص التي لا يعلم أحد بها ما دور المنظمات في الكشف عن هذه الجرائم والنزول حتى النزول إلى المحافظات الخاضية يعني سيطرة المليشيات والكشف عن هذه الجرائم في ظل الحديث منكم عن أنكم يعني تسعون إلى كشف هذه القصص وأيضا توثيقها بالنسبة لنا نحن لدينا حالياً إدارة خاصة بعملية استقبال كل هذه الشكاوى ووضعنا عدد من الخطوط الهاتفية كخطوط ساخنة لاستقبال كل شكوى أي نوع من الانتهاك أي نوع من امتهان الكرامة الإنسانية لكن نقول أن الآن هذه القضايا على كثرتها وعلى جهل الناس بكيفية الوصول إلى إيصال شكواهم يفترض من منظمات المجتمع المدني المحلية أن تكون هي الحامل الحقيقي الآن لكل هذه المعاناة بالرفض والرفع إلى الجهات الرسمية لنستطيع أن نضغط على الجهات الدولية التي بالفعل حصلت على مئات الملايين من الدولارات من أجل هذه القضايا نعم أستاذ نبي يفترض أن نتحرك هذه قضايا كثيرة تحدثت عنها وأيضا لا تقف جرائب الميليشيات عند الاعتقال بل يتطور الأمر كما ورد في التقريب يتطور الأمر إلى مساومة أهل المعتقلين بالانخراط في صفوفها لإطلاق صراح أقربائهم يعني هذه القضية وعدة قضايا يعني لماذا لا تعرض على المحاكمة الدولية عادة المحاكمة الدولية تعمل وقت آليتين الآلية الأولى هي آلية الشكاوى الفردية أن يكون الأفراد أصحاب القضايا نفسها هم من يقدمون هذه القضايا وهذا الأمر يحتاج إلى وعي ومعرفة كبيرة وكيفية الوصول اليوم الوصول إلى هذه المنظمات الدولية الموجودة في أوروبا وفي دول العالم الأول ليست العملية سهلة على أمثال هؤلاء المواطنين البسطة هي مهمتكم كوزارة معنية بحقوق الإنسان؟ نحن بالتأكيد نرفع كل تقاريرنا بشكل دوري إلى الأمم المتحدة إلى المنظمات الدولية إلى الجهات المختلفة في المستوى العالم لكن هذا الرفع وهذه التقارير لا تعتبر رفعا لقضايا حاليا نعم ما يهمنا الآن هو أن يكون هناك تحرف أسرع الأفضل المطلوب الآن أن يكون هناك دور من المجتمع المدني مع الجهات الرسمية لتكوين تقارير نضغط بها على المجتمع الدولي الذي بالفعل حصل على أموال طائلة من أجل اليمن يجب أن نضغط جميعا على هذه الجهات أن تتواجد في أوساط هذه المناطق التي هي في أمثال حاجة لهم هذا الذي يفترض أن نتحرك فيه أن نفكر في هذه التحظة ونتحرك أيضا على المستوى المستقبلي في أن تظل هذه جرائم لا تسقط بالتقادم ونعمل من أجل الإنصاف بها بشكل أو بأخير نعم الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك وسامرة النشرة فيها بعد الفاصل معاناة مضاعفة يكابدها الأهالي في البيضاء لتعليم أولادهم في ظل حصار ميليشيات الحرطية دام الثورة في جنوب الوطن اسمها 14 أكتوبر ضد الاستعمار والمد السلاطيني وقام الثورة في الشمال 14 أكتوبر ضد الإمامة والتخلف والكهانوت الرجعي وكان الثورة متلازمة سفتمبر وأكتوبر كل أبناء الجنوب كانوا بدافع عن ثورة سفتمبر 14 أكتوبر قوة الثورة اليمنية شمالها وقنوبها في الشطن الجنوبي يعود الفضل بالدرجة الأولى لرجال 26 في الجنبان أول ما كان وكان أبناء الشمال إلى جانب أخوانهم في جنوب الوطن وكان كل نثقة طالما تنعى ورانا سننتصر بعده لا يمكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون استقرار في ذلك كيانين لا بد أن يكون كيان واحد يبدل الأهالي في محافظة البيضاء جهودا كبيرة لمحاولة التغلب على الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في ظل حملات التجهيل الحوثي المتواصلة من خلال تحويل المدارس إلى مراكز لنشر أفكارها الطائفية وغياب الكتاب المدرسي منذ نحو خمس سنوات وعدم صرف مرتبات المعلمين مشاكل عدة ترافق العملية التعليمية في العديد من المحافظات اليمنية فالميليشيات الإمامية تحاول إعادة تجهيل الشعب بكل الطرق والوسائل تدمير وإثراغ للمدارس من العملية التعليمية وهدم مستقبل التعليم هدف تسعى إليه الميليشيات الحوثية في مديرية الزاهر في محافظة البيضاء مما أثر بشكل كبير على القطاع التعليمي فمعظم المدارس أغلقت أو هدمت من قبل الميليشيات الحوثية ولا يوجد سوى مدرستان تستقبل كل طلاب المديرية فالمدارس تعاني من استحام كثيف في الطلاب لذا حرم العديد من الطلاب من أبناء المديرية من حقهم في التعليم نعاني من كثرة الطلاب في الصف الأول لذلك نحن نرد الطلاب بسبب عدم وجود الكادر المدرسي لدينا نردهم إلى أهلهم ونسجل عن المحدود على عدد كدر المدرسي الأزمة متراكمة في قطاع التعليم في محافظة البيضاء خصوصا في مديرية الزهر فالكتاب المدرسي الذي يعد رفيق التلاميذ في مسيرتهم التعليمية لم يتوفر منذ خمسة أعوام كما تشهد المدارس عجز كبير في الكادر التعليمي هناك كثافة طلابية كبيرة تواجهنا وعندنا عجز في الكتاب المدرسي لم يصلنا منذ خمس سنوات وكذلك المعلمين في هذا الوقت في ظل انقطاع الزواتب ويصبح العمل متعب للمعلم خصوصا لما يتأخر الراتب لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر خصوصا المعلمين الذين هم من خارج المديرية ومن خارج المحافظة لا يستطيع أن يوفر لأهله حتى لقمة العيش فمن الصعب أن تستدعي معلم ولا يوجد راتب معه فنحن نواجه هذه المشكلة أحرمت الميليشيات الحوثية المعلمون من رواتبهم لتهدم مستقبل جيلا بأكمله ما أثر سلبا على مستوى العملية التعليمية في البلاد أنتهجت ميليشيات الجهل والظلام طرق عدة في تدمير العملية التعليمية في اليمن فمديرية الزهر بمحافظة البيضاء كان لها نصيبا من ذلك فلولا جهود الأهالي في تسير العملية التعليمية لما وجد التعليم طريقا له في هذه المديرية لقناة اليمن اليوم فؤاد المجيدي محافظة البيضاء في غضون ذلك تبدل القوات المشتركة القصارى جهدها لتسهيل ومساعدة المواطنين في المناطق المحررة بالسحل الغربي من خلال تواصل افتتاح عدد من المدارس التي تم إعادة تأهيدها افتتحت السلطة المحلية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر مدرسة الفاروق بمديرية المخا محافظة تعز وتعد الفاروق السادس مدرسة يتم افتتاحها ضمن حملة العودة إلى المدرسة والتي تشمل 16 مدرسة ليرتفى عدد المشاريع المؤهلة بتمويل الإمارة في السحل الغربية إلى 36 مشروعا كانت الحرب المفروضة من قبل ميليشيات الحوثية قد أخرجتها عن الجاهزية تماما تم افتتاح وتأهيل مدرسة الفاروق بالبليلي من قبل الهلال الأحمر الإماراتي وأكد ممثل الهلال في الساحل الغربية أن الهدف المرسوم للحملة منذ تحديد المدارس المدمرة في الساحل الغربية لإعادة ترميمها وتأهيلها وافتتاحها يستهدف تمكين نحو 16 ألف طالب وطالب من العودة إلى صفوفهم الدراسية ومواصلة تعليمهم إلى جانب 8 ألف طالب وطالبة استوعبتهم المدارس التي تم افتتاحها في وقت سابق هذه الحملة تتضمن عودة 16 ألف طالب إلى المدرسة وهذه مدرسة الفاروق تعد المدرسة السادسة ضمن الحملة ترميم المدارس تم بناء على دراسة ديموغرافية بحيث يتم تأهيل مدرسة على الأقل في كل منطقة ذات كثفة سكانية وبما يضمن عدم انقطاع التعليم على طول امتداد الساحل الغربي بدوري أعرب مدير عام مديرية المخى عن الشكر الجزيل لكل من ساهم في سد الفراغ الكبير في السلطة وإعادة عجلة الحياة في مديرية المخى وكافة مديرية الساحل الغربية اليوم هذه نقوم بافتتاح مدرسة الفاروق البليلي من عجلة المشالحة والذي تم إعادة ترميمها وتأهيلها من الحساب الأحمر وأيضا توجيح الحقائب المدرسية والكراسي المدرسية لكل الطلاب في المدرسة من جانب أكد مدير مدرسة الفاروق أن الترميم وتأهيل وتأثيث وافتتاح المدرسة مكن أكثر من 1500 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية شكرا للهلال الأحمر الإماراتي وكافة رنج المدرسة وكافة لنا حقائب عقب الافتتاح تم تدشين توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة على الطلاب بهدف الدفع بهم لاستكمال دراستهم وترغيبهم في العملية التعليمية التي أرادنا الحوثيون خلال سيطرتهم على هذه المناطق أن تتوقف ليتمكنوا من نشر ظلالهم وتجهيلهم للمواطنين في مختلف المناطق ارتفع صفوف الدين من العام المستحق على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019 بنسبة 41% إلى 10 تريليونات وأربعمائة ومليار ريال مقارنة مع 6 تريليونات وخمسمائة وثلاثة وستين مليار ريال نهاية العام 2014 دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط أوضحت أن صاف الدين الداخلي لليمن ارتفع من 3 تريليونات ومائة وثمانين مليار ريال عام 2014 إلى 6 تريليونات وثمانين مليار ريال في يونيو 2019 وآشرت الدراسة إلى أن الدين العام الخارجي لليمن ارتفع من 6 مليارات وسبعمائة وخمسة وستين مليون دولار عام 2014 إلى ثمانية مليارات وسبعمائة وخمسة وستين مليون دولار نتيجة انكماش قيمة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع سعر صرف الدولار ويساوي إجمالي الدين الخارجي عند سعر صرف خمسمائة ريال للدولار أربعة تريليونات وثلاثمائة وثنين وثمانين مليار وتسببت الحرب بتراجع حد للإرادات المالية للدولة وإحجام الدول عن تقديم أي قروض لليمن حاليا وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ولجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسية في صنعاء وعدا تقرير اقتصادي حديث يكشف أن مغادرة شركات النفط والغازة الأجنبية من اليمن كانت من أهم العوامل المتسببة في التدهور التجاري وأتفاق مؤزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء رغم وصول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلية حيث كشف تقيون اقتصادي حديث أن مغادرة شركات النفط والغاز الأجنبية من اليمن كان من أهم العوامل المتسببة في التدهور التجارية صنف اليمن في ثاني أسوأ مرتبة عالميا في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي حول بيئة أداء العمار الصادر في يناير 2019 وكانت صادرة النفط والغاز أهم روافد العملة الصعبة اللازمة لتغذية الاحتياضات الخارجية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات السلعية ودعم استقرار سعر الصرف حيث تشكل أكثر من 80% من إجمالية الصادرة السلعية قبل الحرب يذكر بأن اليمن يصدر 13 مليون وخمسمائة ألف برميل خلال العام الجاري من حقول شبوة وحضر موت تعيش العاصمة الصنعابلة وقود منذ أكثر من شهر في ظل تفاقم أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بشكل كبير ليصل سأل الدبة البنزين 20 لترا نحو 25 ألف ريال فيما مادة الديزل شبه منعدمة إلى ذلك علن شركة نفط الخاض على المليشيات الحوثية وصول السفينة ديتسابوتشي المحملة بنحو 10 ألاف طن من مادة البنزين و11 ألف طن من مادة الديزل إلى ميناء الحديدة وأرجعت الحكومة سبب الأزمة إلى رفض المليشيات التعامل بقرارها رقم 49 لعام 2019 بشأن رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية حقق اقتصاد مصر خمسة وثمانية من عشر بالمئة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ خمسة وتسعة من عشر بالمئة ورفع البنك الدولي توقعاتي للنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى خمسة وستة من عشر بالمئة وحافظت مصر على النموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية واستمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلية وتحسن بيئة الأعمال في القطاعات الرئيسية المحركة للنمو المتمثلة بالغاز والسياحة وتجارة الجملة والتيزية كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في مؤتمر دافوس السنوي في سويسرا أن الولايات المتحدة انتقلت إلى المرتبة الثانية بعد سنغافورة في قدرتها التنافسية لأسباب عدة أهم والحروب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب وقالت المديرة العامة للمتدى الاقتصادي العالمي ردا على سؤال عن تأثير العقوبات الجمهورية التي تفرضها إدارة ترامب من المهمة التأكد من انفتاح الدول على التجارة وأخيرا تتجه الأنظار في العراق إلى حزمة الإصلاحات التي أعلن رئيس الجمهوري برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإخماد الاحتجاجات الشعبية وكان آلاف المحتجين العراقين تظاهروا في بغداد والمدن الجنوبية منذ مطلع أكتوبر الحالي للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعاطلين غير أن خبراء اقتصاديين وصفوا تلك الحلول بالترقيعية التي لن تنهي الأزمة أجبرت ميليشيات الحوطي الكهنوتية مالكي المكتبات في العاصمة صنعاء على الترويج لأفكارها الطائفية وتمجيد الحكم الضلابي المتخلف وقال ملاك مكتبات في صنعاء إن الميليشيات أجبرتهم على عرض الكتب التي تمجد الإمام يحيى حميد الدين وتحكي سيرته وتمتدح الحكم الإمامي البغيض التي قام بتأليفها موالون للحوطيين وينتمون للسلالة في محاولة للتكريس بأن الثورة التي قامت ضد النظام الإمامي البائد في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 ليست إلا انقلابة كما تجبر الميليشيات مالكي المكتبات نشر كتب وملازم طائفية للصريح حسين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي ومنظري وفقاء الحركة الحوثية في محاولة للترويج لأفكارها المتطرفة والضالة اختطفت ميليشيات الإخوان الصحفي جمال شنيتر من نقطة مفرق الحوطة بمدينة عزان في محافظة شبوة مصير خاصة في مدينة عزان أكدت أن الميليشيات أقدمت على اختطاف الصحفي شنيتر وهو في طريقه إلى عمله بمدينة عتق ويعمل الصحفي جمال شنيتر مراسلا لقناة الغد المشرق وله تقطيات خاصة لكثير من انتهاكات ميليشيات الإخوان في محافظة شبوة خلال الفترة الماضية يشكل عشرات من جرح القوات الحكومية في الهند من انعدام المستحقات المالية والرعاية الطبية وأنهم مهددون بالطرد من السكن ومن المستشفيات بسبب عدم صرف مستحقات علاجهم ومصاريفهم اليومية منذ عدة شهور وسط تجاهل رسمي لمعاناتهم أوجاع رسمها القدر على أجسادهم وفي قلوبهم وفي ذاكرتهم يعانون ويكابدون آلاما لا تنتهي بل تزداد يوما تلو الآخر إلى الهند وصل عدد من جرح الحرب حاملين معهم أجزاء من هذه القصة كل في قصته الشخصية التي هو إن بدت متشابهة لكن تفاصيل المعانات فيها مختلفة ومستمرة من هذا المستشفى نجتين أخرج من هنا نجتين أخرج من هنا لا حياة لا مصاريف جازين يضربونها لابدون أشوفوا عن الضرب ضربوني ولابدوني هنا معدلة كثيرة بل عقوبات قاسية فرضتها آلة الحرب الحوثية على شريحة واسعة من أبناء الوطن البواسل باتت أجسادهم رهائن لجراح مختلفة في درجة عمقها وخطورتها خلفتها أسلحة الحقد وزادت الطين بلة حكومة لا تأبه بحالهم في بلد ليس بلدهم وأرض ليست أرضهم يكابدون مرارة مضاعفة فلا أدوية أو علاج لهم كما لا يجدون لقمة العيش أوضاع لا يجدون من يلتفت إليها برحمة ولا شفقة لقنا تتعند دائما قرح الهند بشكل متعمد حاربتنا إعلاميا حاربتنا ماليا حاربتنا علاقيا لم تعالقنا لم تعطينا مصاريفنا لم تعمل أي شيء أرسلنا لها عدة مقاطع وهي ما زالت متعندة بهذا الشكل ليس لها أي عذر رسمي أنه واحد يقول لا أقل شيء هذا لقنا التحج هل يرضيكم هذا الخبر؟ جرحا ما زالوا إلى اليوم ينتظرون ولو بصيص أمل في الخروج من حالة الإحباط التي دخلوا فيها ولولفتة تعيد إليهم النزر القليل مما افتقدوه من صحتهم ومن عمرهم ومن راحتهم ومن مستقبلهم شباب كانوا يصولون ويجولون ويملؤون الدنيا عملا وفرحا وسعادة تحولوا في ليلة وضحاها إلى مقعدين عاجزين عن قضاء أبسط شؤونهم تحول الفرح في منازلهم إلى وجعا يؤنسهم في حياتهم توقف الزمن لديهم منذ ذلك التاريخ وتوقفت حياتهم أيضا تعقدت حياتهم النفسية والبدنية وأصبحوا أسر الحزن والألم واستسلموا لعجز لم يستطيعوا مقاومته ولم يقو على تجاوزه والتغاضيعا حياتهم انتهت لحظة إصابتهم برصاصة أو قذيفة قضت على آمالهم وأحلامهم وأطفأت شمعة عمرهم باكرا وانطفأ معها مستقبل واعد لشباب ما زالوا يلتمسون طريقهم نحو الحياة فقدرهم الذي لا مفر منه جعلهم رهائن الإصابة الملازمة لهم منذ لحظة الحادثة حتى آخر أنفاسهم في الحياة الأولى تجري في هذه الأثناء وقائع الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام مستضيفه منتخب أوزباكستان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأسوية المشتركة وتشير النتيجة إلى تقدم منتخب أوزباكستان بهدفي الشوط الأول الهدف الأول جاء بواسطة سنجار في الدقيقة الثانية في حين تكفل الدور بمضاعفة النتيجة في الدقيقة الثالثة والثلاثين على أمل أن يتدارك المنتقب الوطني يفاجق الهدفين في الشوط الثاني ويظهر بمستوى يرضي الجماهير اليمنية هذا وسنوافقكم بتفاصيل أوفى عن نتيجة اللقاء النهائية في نشراتنا اللاحقة وفي الختام تذكر بأبرز العناوين قوات المشتركة والمقاومة تتقدم باتجاه مناطق بيت الشرجي والحشة وتواصل تأمين المناطق المحررة بمحافظة الضالع رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجديد في صنعه لمحاولة إحياء عملية السلام التي تسعى الميليشيات الحوثية لردمها أكثر من تسعمائة انتهاك بحاق المدنيين في دمار ومعاناة متفاقمة ترويها إحدى النازحات في الجفين بمارب يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي لقاؤنا في الخامسة والنصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة